اشتركوا في القناة في المقاطع مأخودة من مزرع الدجاج حكم اغلو الخاصة بدجاج الزينة بمدينة ادنى بالتركيا الدجاج كوشن ابيض هو دجاج مغطى بطبقات سمكية من الريش الى حد يجعله يبدو اكثر مما هو عليه في الحقيقة كما ان الريش يغطي الارجل والاصابع مما يضيف له صفة الجمال ويجعله من افضل طيور الزينة عرف هذا النوع انه ودود وله القدرة على تحمل البرود شتاء لونه ابيض يزيد جمالا ورونقا هذه السلالة لها ريش نظيف للغاية وهي من انذر واقدم سلالة الدجاج في العالم ذات شخصية ممتازة انقة وسهلة الانقياد هي السلالة تشبه الى حد كبير الدجاج او دجاج البرهمة يصل وزن الدجاج الكوشن الابيض حوالي 5 كيلوغرامات للديوك البالغة بينما يصل وزن الدجاج الى 4.5 كيلوغرامات الدجاجات حضينات جيدات ودات انتاجها جيدة من البيض وكثيرة التكاثر يرجع اصل هذه السلالة الى الصين اذ كان اسمها بداية هي دجاجة شنغهاي هذه السلالة فتنت بشكل كبير الملكة فيكتوريا وتم الاعتراف بها كسلالة نقية في بريطانيا وتندرج ضمن دجاج الزينة نكاف دجاج كوشن ابيض احمر اللون ولون عيونها برتقالية تميل الى الاحمرار او البني لون الساقين اصفر ويزن وزن البيض فيها 55 جرام ذات لون يميل الى البني المصفر متوسط انتاجها من البيض هو 120 بيض في السنة قطر الحلقة عند الديك 27 مم وعند الدجاجة 24 مم للمعلومة فان حضانة بيض دجاج الكوشن الابيض او الكوشن بصفة عامة هو 22 يوما اي يوم واحد اضافي عن الدجاج الاخر في التحضي تأكل دجاج الكوشن كلما تقدمه لها من حبوب ونباتات وخضر وتعاني من السمنة هي قليلة الطيران ولا تمشي لمسافة طويلة وتصل الى مرحلة الملجي الجنسي عند عمر السنتين هي دوج هشة للغاية وتميل الى الكسل تشعر بالراحة في اي بيئة حتى لو كانت حضيقة صغيرة تربيات هذه السلالة من طرف المربيين يفرض عليهم دائما تفحص الدجاجة بشكل جيد لان الريش المتواجد في القدم قد يتسبب في وجود فطريات تضر بالدجاج كما ان الريش يمكن اخفاء الجروح والخدوش والذي يسبب في تعفن الارجل لذلك يمكن للمربي ازالة الريش واللجوء الى التلقيح الصناعي كما يجب مراقبة النظام الغداء للكوشن الابيض مع توفير المساحات الخضراء لتجنب السمنة نتمنى ان نكون قد قدمنا لكم الايفادة المرجوة شكرا على تتابعكم وإخلاصكم لقناتنا دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة